بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب طيف التوحد أتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة الدراسات الإسلامية وبعض الطرق وبعض السلوكيات التي نرى بإكسابها لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد كيف نقوم بإيصال هذه المهارات لهم جعلها قيمة جعلها سلوك له هو ما سنستعرضه بإذن الله تعالى في هذه الجلسة نبدأ على بركة الله نضع جلستنا أن الله عز وجل خالق كل شيء يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة وأشرنا إليها أن يذكر بعض الأمثلة على آيات الله ومخلوقاته يبين جوانب العظمى في مخلوقات الله يتفكر في آيات الله ومخلوقاته إذن هذه لدينا بعض من الأهداف التي نتوقع من الطالب أن يتقنها بعد أن يتعرف على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء من المهم أن يذكر بعض الأمثلة على مخلوقات الله سبحانه وتعالى الشمس، القمر، الحيوانات، الأسماك، الطيور هو نفسه جميع الناس كل هذه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يذكر مثل هذه الأمثلة ثم هو يستنبط من خلال ذكره لهذه الأمثلة وأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الخالق العظيم جل في علاه يستشعر ويتبين له عظيم خلق الله سبحانه وتعالى من المهم جداً الربط بين هذه المهارات وبعضها البعض أنه يستشعر أن الله هو خالقه وخالقه كل شيء ثم بعد ذلك استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى المدخل لهذا الدرس من الأمثلة على المداخل لهذا الدرس وبالإمكان تطبيق غير هذه المهارات انظر إلى الزرع من أنبته انظر إلى المولود من خلقه وصوره من الذي خلقنا ورزقنا ويستحق أن نعبده وحده إذن مثل هذه المهارات هذا مدخل للدرس انظر إلى الزرع من أنبته أقوم بعرض نبته أو شجره انظر إلى هذه الشجره من أنبته بالتأكيد سأتحدث باللغة التي تناسب مع قدراته ومع أمكانياته إذا كان يستطيع الكلام وفهم واستعاب مثل هذا الكلام ممتاز جدا باللهجة لنقل والحديث بالفصحة أو بالإمكان حتى أن نتحدث معه بلهجته المناسبة شوخ هذه الشجرة على اللهجة التي هو يفهمها ويستوعبها هذه الشجرة من أنبتها كيف طلعت هذه الشجرة باللغة التي تتناسب واللهجة التي تتناسب مع إمكانياته وقدراته نحن نذكر بالتأكيد المثال وطريقته المثالية وبالإمكان تطبيقاتها على حسب حالة الطالب أسأل بعد ذلك أنظر إلى هذا مثلا المولود من الذي خلقه من الذي خلقه كلا يوجد هذا المولود من الذي أوجده ومن الذي خلقه بالإمكان إذا كان لديه أهتاهم مثلا مولود جديد في البيت أو هو يشاهد الأطفال الصغار بالإمكان الاستعانة بمقاطع الفيديو كذلك لأطفال صغار مولودين وأشير إليه إلى هذا المولود من خلقه من الذي أوجده كل هذا يساعد في توضيح هذه المعاني توضيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه الأشياء هو الذي خلق هذه الأشياء ومن الأمثلة كذلك من الذي خلقنا ورزقنا في الأخير ويستحق أن نعبده وحده من الذي خلقنا ورزقنا ويستحق أن نعبده وحده إذن بعد أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا إذن هو المستحق للعبادة عندما أصلي أنا أصلي لله سبحانه وتعالى عندما أعمل أي عمل أبين له كما تحدثنا بالطريقة اللغة اللهجة التي تتناسب مع أن الله سبحانه وتعالى ربي هو اللي خلقك مثلا عندنا صالح صالح من الذي خلقك و هي في البداية في الأصورة الله سبحانه وتعالى من الذي أنعم عليك بهذه النعم مثل الأكل الشر اللباس المسكن الذي تسكن فيه الله سبحانه وتعالى إذن ألا يستحقه الله سبحانه وتعالى العبادة عندما أقوم بتدريب صالح بالتأكيد أستخدم اللهجة المناسبة للكلمات البسيطة التي تتناسب مع قدراته وإمكانياته تحليل هذه المهارة وفق ما تسمح به القدرات والإمكانيات المتاحة له المعارف التي سيتلقاها أمثلة لبعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى كالشمس والقمر والليل والنهار أشير إلى مثل هذه المعارف وهو يشير إليها على سبيل المثال تشاهدون أمامكم أشير بالإمكان أن نقوم باستعرار صورة عرض صورة أمام الطالب لبعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء الشمس والقمر والليل والنهار كل هذه من دلائل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وأنه هو خالق كل شيء جل في علاه وبالإمكان أن نستعرض كذلك بعض الصور للحيوانات والطيور والأسماك كذلك التي يعرفها والتي يشاهدها كذلك أشير إليها أطلب منها الإشارة إليها أطلب منه كذلك أن يقوم بتعدادها هذا كذلك يساعد في الإشارة وبيان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو خالق كل شيء المهارات العقلية التي سيكتسبها أولاً الاستنباط أن عظمة المخلوقات دليل على عظمة الخالق سبحانه أن الخالق الرازق هو المستحق للعبادة إذن أن عظمة المخلوقات مثل الشمس والقمر هو يستنبط بمعنى المهارات العقلية نتحدث عن استنباط أنه من خلال عظمة هذه المخلوقات الشمس والقمر السماء يشاهدها كذلك فوق كل هذه عظمة المخلوقات هو سيستنبط من خلال عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلال الواقع من خلال النقل الأمثلة التي يشاهدها أمامها أشير بها إليه أحاول أن بمعنى أحرك هذه المهارات العقلية التي لديه والدافعية لمثل هذه المعارف والمعلومات التي يتلقاها ويستنبط ويفهم من خلالها أن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق جل في علاه وأبين الله كما ذكرنا أنه هو الذي خلقنا هو الذي رزقنا كما أشرنا قبل قليل هو المستحق للعبادة السلوكيات والأخلاق التي سيكتسبها تعظم الله سبحانه فهو الخالق ثانيا الحرص على طاعة الله والعمل الصالح في الخالق سبحانه يميتنا ثم يبعثنا وإليه النشور المواد التعليمية والوسائل التي بالإمكان استخدامها صور لبعض مخلوقات الله فلم تعليمي يظهر عظيم خلق الله سبحانه وتعالى إذن بالإمكان مثل ما استعرضنا قبل قليل صور لبعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى استعرض صور لبعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى مثل ما أشرنا إليها قبل قليل الشمس القمر الليل النهار كل هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى استعرض لصورة لبعض الأشخاص حتى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني وخلق جميع الناس استعرض لصورة لبعض الأطفال لبعض الأشخاص لبعض الرجال تبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني وخلق الناس جميعا وخلق كل ما حولي مثل الصور التي أقوم بعرضها أمامه للشمس والقمر والحيوانات والطيور والأسماك وكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى وكذلك أنا أقوم بالخروج مثلا إذا كنت داخل المنزل خارج المنزل حوش المنزل في ناء المنزل وأقوم بيشاهدها أمامه مباشرة الشمس السماء السحب وأنه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وهو الذي يستحق العبادة جلّا في عوله طريقة التدريس بإمكان طريقة التدريس عبر الحوار والمناقشة عبر الحوار والمناقشة كمان نشير قبل قليل إلى طريقة هذا الدرس عبر الحوار والمناقشة أبين له يا مثلا سعد شوف هذه الأشجار من الذي خلقها الله الذي خلقها من الذي خلقك يا سعد الله سبحانه وتعالى من الذي خلق جميع الناس الذي حولك أمك أبيك معلمك كل ما حولك الشمس والقمر من التي خلقها الله سبحانه وتعالى هل هذه على حسب فيما وجدت من نفسها الله سبحانه بالتأكيد الجواب لا الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها هو الذي خلقها سبحانه وتعالى من خلال الحوار والمناقشة وكذلك عرض الصور والنماذج بعض المقاطع الفيديو الحمد لله مقاطع الفيديو بالإمكان الإشارة إليها عبر الإنترنت عبر اليوتيوب في الجوال بالإمكان بالكمبيوتر الاستعانة بكثير من المقاطع التي تبين عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى هنا بعض المعلومات المهمة والتي نقول من المهم جدا أن يكون لدى كل معلم معرفة وكل ولي أمر يقوم بتدريب ابنائه معرفة مثل هذه المعلومات الإثرائية الله الخالق لقد عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر بيده كل شيء سبحانه وتعالى كذلك الله خالقي ورازقي هذه من المعلومات التي يجب على المعلم اكتسابها والإشارة بها إلى الطالب على حسب ما تسمح به قدراته وإمكانيات وعلى المسلم أن يعرف ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم وخلق من قبله ويخلق من بعده وهو رب العالمين وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مثل هذه المعلومات الإثرائية والإضافية هي التي ستعطي المعلم مقدرة والولي الأمر كذلك على شارح مثل هذه المهارات هذه بعض الأمثلة كذلك التي نستطيع بيانها من خلال عرض الدليل الله خالقه كل شيء وكذلك تدريبه على بعض السلوكيات أنا مسلم أطيع الله سبحانه وتعالى وأعبده على سبيل المثال كل هذه من الطرق التي تساعد في إيصال هذه المهارة إلى هناك وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة تشرفت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد بن ناصر ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى أطبتم وطابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته